وبالعودة للخبر الأبرز حيث وجه الرئيس عبدالفتح السيسي الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز الآتية وفقا للضوابط التي يقرها مجلس الوسرى وتضمنت الحزمة الإعثاء من كافة أنواع الضرائب عدد ريبة القيمة المضافة حيث خمس سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعة استراتيجية بالإضافة إلى حوافز أخرى اجتمع السيد الرئيس عبدالفتح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير التجارات والصناعة صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة والرؤية المستقبلية التي تتبنها الدولة لرفع معدلات نمو هذا القطاع ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة حجم وجودة الصادرة الصناعية حيث اطلع السيد الرئيس في هذا الصدد على مستجدات الجهود الجارية لإنشاء تجمعات ومناطق صناعية متكاملة ودعم الصناعات التحولية وقائمة المجالات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصا ومزايا تنفسية على المستويين الإقليمي والعالمي أضف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بتكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل في ضوء نعكاس التقدم في الصناعة على دعم وتطوير جميع القطاعات الأخرى كما وجه السيد الرئيس بمواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله لسيما من خلال توفير البيئة الملائمة وتقديم الحوافز والتيسيرات الدعمة للاستثمار الصناعي بالإضافة إلى تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية على النحو الذي يحقق أكبر استفادة ممكنة سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين وقد وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز الآتية وفقا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء وهي الإعفاء من كافة أنواع الضرائب عدى ضريبة القيمة المضافة حتى خمس سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية بهدف تعميق الصناعة الوطنية ويصدر مجلس الوزراء قرارا تفصيليا بتعريف هذه الصناعات بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقا لحجمها في مدة أقصاها ثلاث سنوات مع إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات بشرط تحقيقها مستهدفات محددة وفقا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء وكذا إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى خمسين بالمئة بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وسيد أحمد عيسى وزير السياحة والأثر الاجتماع تناول متابعة استراتيجية قطاع السياحة خلال الفترة المقبلة حيث تم عرض خطة تحفيز مناخ الاستثمار في مختلف المقاصد السياحية في مصر إلى جانب زيادة عدد الغرف الفندقية وتطوير صناعة السياحة على جميع المستويات بما يساعد على موصلة نمو حركة السياحة الوافدة لمصر والتي حققت مؤشرات إيجابية خلال النصف الأول من العام الجاري بما يعزز من سعي الدولة للوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2028 وقد وجه السيد الرئيس بموصلة العمل المكسف لتنشيط قطاع السياحة استثماراً لما تحظى به مصر من مقاومات سياحية متفردة وما لديها من إرث حضري وثقافي عريق وممتد عبر العصور التاريخية المختلفة وذلك بتكثيف العمل في المشروعات السياحية وتشجيع وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي خاصة من خلال توفير التسهيلات والتيسيرات اللازمة في هذا الخصوص بالإضافة إلى الاستفادة القصوى من تكامل قطاع السياحة مع عملية التنمية الشاملة في مختلف القطاعات على مستوى الدولة مع مواصلة الجهود الهدفة للتحسين المستمر في جودة المنتج السياحي المصري بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المستهدفة وأرقى المعيير العالمية في هذا الصدد